السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما أن لأي بناء قواعد أركان تبنى عليه فإن للإسلام أركان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا ومخطئ من يظن أن الصيام ركن فقط في الإسلام فكما فرض الله عز وجل علينا صيام رمضان فرض كذلك الصيام على من كانوا قبلنا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الذين آمنوا وصدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه يا أيها الذين آمنوا نداء كرامة ومحبة من الله عز وجل لأهل الإيمان جعلنا الله منهم اللهم آمين والمؤمنون وحدهم هم يقبلون على التكليف بكل محبة ومن أخوال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرأيها سمعك فإنها خير يؤمر به أو شر ينهى عنه والخطاب هنا لكل مسلم عاقل بالغ مدرك يطيق الصيام صحيح غير مريض مقيم غير مسافر يعلم بوجوب الصيام كتب وفرض عليكم الصيام ومن الذي كتبه وفرضه إنه الله عز وجل ولماذا كتب الصيام لأنه من الشرائع والأركان التي فيها مصلحة للخلق في كل زمان ومكان وتذكر دائما ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان وفي الصيام صحة للبدن وتسكية للنفس وتطهير للأخلاق والصيام هو الإمساك عن شيء والكف عن شيء وفي الشرع هو الإمساك عن الأكل والشراب والجماع من طلوع الفجر وإلى غروب الشمس ومتى كتب الصيام كتب الصيام بعد الهجرة النبوية الشريفة قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاش وراء فقال ما هذا قالوا هذا يوم صالح هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى قال فأنا أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه ثم نزل أمر الله عز وجل بصيام شهر رمضان وتحول صيام عاشوراء من الوجوب إلى الندب والاستحسان ولأن الصوم ما هو إلا علاقة بين العبد وربه فتذكر دائما قول الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به فلا مجال للرياء والتصنع في الصيام ومن قدر على الحلال كان على الحرام أقدر ومن ترك المباح وهو مباح كان على الحرام أقدر كتب عليكم الصيام ليس على سبيل الإجبار والعقوبة ولكنه رحمة ورفع للدرجات ولماذا جاء الأمر بتلك الصيغة كتب عليكم الصيام ولم يأتي بصيغة كتب الله عليكم الصيام لأن في هذا الأمر مشقة وشدة وإلزام والله عز وجل يظهر نفسه في أمور الخير والراحة والسرور كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى وبتلك الآية الكريمة فإن الصيام فرض وركن من أركان الإسلام بالإجماع وكما كتب عليكم الصيام كتب على الذين من قبلكم فكانت كريش في الجاهلية تصوم يوم عشوراء وعرف قدماء المصريين الصيام فكانوا يصومون كل شهر ثلاث أيام وكان سكراط ينصح الناس بالصيام وعدم اللجوء للدواء وصام أيضا اليونانيون والرومان والصينيون والبوذيون وفي العهد القديم كان الصوم عادة ليوم واحد من شروخ الشمس وإلى مغربها وكان الفريسيون وهم طائفة من اليهود يصومون يومي الاثنين والخميس بدافع من تقواهم نعم بالتأكيد قد يختلف الصيام في الكيفية والمدة من أمة إلى أخرى ولكنه في الوجوب ثابت فإن علمنا أنه كما فرض علينا فرض على الذين من قبلنا هان الصوم وهانت مشقته لعلكم تتقون ربكم فتجعلون بينكم وبين معصية الله وقاية ولعلكم تتقون ربكم فتجعلون بينكم وبين عذاب النار وقاية ولعلكم تتقون الأمراض والعلى البدنية والنفسية ولعلكم تنالون درجة الطقوة وتكونوا من المتقين جزاكم الله خيرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر